أهلا بكم ما زلنا بفضل الله في رحاب المتقين نتدارى صفاتهم نحاول أن نكون منهم اللهم آمين وتعرفنا في الآية السابقة على صفاتهم الأولى وهي يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والآن نتعرف على المجموعة الثانية من صفات المتقين وهي يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون تفرق علماء التفسير الأجلاء في هاتين الآيتين إلى ثلاث مجموعات أول مجموعة من المفسرين قالوا أن هاتين الآيتين اللي ذكر فيهم الصفات الأولى والثانية موجهة للمؤمنين من أهل الكتاب والمجموعة الثانية من المفسرين ومنهم ابن عباس رضي الله عنه أرضاه وسعيد بن جبير ومجموعة أخرى من الصحابة قالوا أن الآية الأولى ذكرت في المتقين من أهل العرب والآية الثانية ذكرت في المتقين من أهل الكتاب وذلك لما قال أهل الكتاب أن رسالة الإسلام هي خاصة بالمسلمين وليست لهم وأخيرا المجموعة الثالثة من المفسرين قالت أن هاتين الآيتين الجليلتين ذكرت صفات المتقين من أهل العرب وأهل الكتاب والعجم جميعا وهو الرأي الأرجح إن شاء الله فالله سبحانه وتعالى لما خلق الإنس والجن جعل بحكمته طريقا واحد يصل إليه هو طريق الإسلام ولازم هنا نفرق ما بين معنيين مهمين أول معنى المعنى الواسع للإسلام وهو الطريق والمنهج الذي سلكاه جميع الأنبياء والرسل بدءا من سيدنا آدم وحتى خيام الساعة قال الله تعالى في كتابه الحكيم ترجمة نانسي قنقر فهذه الآيات الكريمة السابقة تتحدث عن الإسلام بالمعنى الشامل وهو المنهاج الذي اتخذه المؤمنون منذ سيدنا آدم وحتى خيام الساعة أما المعنى الثاني للإسلام والذي قلنا نعرفه هو الإسلام كرسالة سماوية خاتمة ترجمة نانسي قنقر صلى الله عليه وسلم أن يتبع ويترك دينه أيا كان الإسلام بالمعنى العام والمعنى الخاص كرسالة لما بنسمع الآية الكريمة يؤمنون بما أنزل إليك يتبادل للذهن مباشرة أن المقصود بكده الكرآن الكريم الحقيقة أن دي نص الإجابة النص الثاني هو السنة النبوية المطهارة قال الله تعالى فأي شخص من التنويريين اللي فكرهم محدود جدا يقول أنه يقبل فقط بالقرآن الكريم ويرفض السنة النبوية في الحقيقة هو لا أرى القرآن ولا فهم القرآن الكريم ده طبعا غير أن السنة الشريفة أصلا بتشرح ما ذكرها في القرآن وبدونها مش هنقدر نفهم إزاي نصلي وإزاي نقوم بالعبادات والمعاملات المختلفة كلمة أنزل في الآية الكريمة تدل على صفة العلو لله سبحانه وتعالى بما يضيق بجلاله وعظمته ولو تأملت حضرتك في زمن الفعل أنزل هتلاقيه فعل ماضي كيف يكون الفعل ماضي وقد نزل القرآن بعد هذه الآية مرارا وتكرارا والإجابة على كده لأن الله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب والشهادة كل متحقق سواء كان في الماضي أو الحاضر أو المستقبل واقع لا محالة ولأن كل الديانات السماوية مصدرها في التشريع واحد وطريقها واحد كان لابد على المنتقين أن يؤمنوا بها كلها عدد الأنبياء والرسل اللي ذكروا في القرآن الكريم 25 فهل هذا هو العدد الكامل لكل الأنبياء والرسل؟ خلونا الأول نعرف الفرق ما بين النبي والرسول النبي والرسول كلاهما يوحى إليه لكن الفرق إن النبي غير مأمور بالتبليغ والرسول مأمور بالتبليغ ذات مرة سأل الصحابي الجليل أبو ذر الجفاري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كم الأنبياء؟ فأجاب مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبي فسأله وكم الرسل من ذلك؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة وثلاثة عشر جمّا غفيرا وده مثال على أهمية السنة في السنة الشريفة عرفنا عدد الأنبياء وعدد الرسل أما عن الكتب السماوية التي ذكرت في القرآن فهي خمسة صحف إبراهيم الطورة الزبور الإنجيل القرآن فالمتقون على وجه الإجمال يؤمنون بكل الكتب السماوية والرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير فنحن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل لا نفرق بينهم فهم في أعلى مكان ما بين البشر ولكن هناك تفضيل ما بين الرسل أنفسهم كما ذكر الكرآن قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ونؤمن أيضا بجميع الكتب السماوية ولكن الله سبحانه وتعالى فضل الكرآن على سائر الكتب السماوية فالكتب السماوية السابقة لم تبقى على نقائها وتم التحريف والتبديل فيها بفعل البشر أما الكرآن فهو محفوظ بإناية الله سبحانه وتعالى فلا تبديل ولا تغيير فيه وآخر صفة من صفات المتقين وبالآخرة هم يوقنون معنى اليقين فسره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بأنه العلم التام الذي لا ريب فيه والذي يقتدي العمل به الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه يقول إذا تصفحت التوراه اللي هي كتاب اليهود لن تجد أي ذكر لليوم الآخر ولكن الإسلام يريد تصورا كامدا قمة ابتداء بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وحتى قمة انتهاء بالإيمان باليوم الآخر فكان يقينهم باليوم الآخر هو البعث على محاسبة النفس وفعل الطعاط واجتناب المحرمات فنحن والمتقون نؤمن باليوم الآخر إجمالا ونؤمن بكل التفاصيل المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ترجمة نانسي قنقر